هنا راجو كندا الدولي أهلا بكم جميعا في برنامج بلا حدود من راجو كندا الدولي نرحب بكم اليوم من سالون المغاربي في قصر المؤتمرات في موريال لكم تحيات أسرة القسم العربي لكم تحياتي أنا مي أبو صعب وتحيات الزميلين بييرا حمراني وفادي الهاروني نرحب معنا بضيوفنا اليوم السيدة نسرين اليحية من مؤسسة لاميزوني وهي جمعية تعنا بمساعدة المهاجرين الواصلين حديثا إلى كندا أهلا وسهلا أهلا وسهلا نرحب أيضا بسيد فادي بارطاوي من ائتلاف الكندي لمساعدة السوريين أهلا وسهلا فادي نرحب بالأستاذ زهير طابا رئيس تحرير إزاعة سينا العربية في موريال أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بعقيلة سخري أستاذة الثقافة واللغة العربية والمزيعة في إزاعة مغرب FM أهلا وسهلا بك مرحبا ونرحب أيضا بالأستاذ عماد حلاق الكاتب والمحاضر ومؤسس جمعية سلسبيل الضاد لتعليم اللغة العربية في كندا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم إذن أهلا وسهلا بالجميع مع حفظ الألقاب أهلا وسهلا بكل الحضور ونرحب من بين الحضور بسعادة قنصل تونس في موريال السيدة لميا قدادي سيالا أهلا وسهلا بكم جميع إذن نحن معكم في السلون المغربي في موريال وهو واحد من أهم اللقاءات من نوعها لتجمع المهنيين من أبناء الجالية المغربية والعربية هنا في مدينة موريال وفي كيبك بالإجمال السلون منعقد اليوم الجمعة ويوم غد السبت ويستقبل طبعا العديد من الزوار وشاهدنا بير وفادي عندما دخلنا العديد من الأكشاك والأجنحة لمؤسسات لما فيها أكشاك للأعزاب السياسية الحزب الليبرالي الحزبين سياسيين فقط تغيب المحافظون والكتلة الكيبكية والحزب الأخضر أيضا نعم ولكن الحزب الليبرالي الكندي موجود والحزب الليبرالي للافضنا الأكشاك لصحفية مثلا صحيفة الإنيسياتيف صحيفة الإنيسياتيف على ما أسكر أي المبادلة نعم وخدوجة الجوية التونسية والخدوجة الملكية الدونية نعم وجامعة موريال وجامعة لكام أيضا ودار المغرب نعم وبنك تساعد أيضا في الجاليات المغربية هنا ورأينا أيضا سالون المغرب مع الشاي المغربي المعروف والضيوف والذين يستقبلون بالزيء المغربي التقليدي إذن مجموعة من الأنشطة ينظمها السالون المغربي طوال السنة ويعقد هذا اللقاء سنويا وينظم أيضا في إطار اللقاء مسابقة لأصحاب الأعمال ربما فادي برطاوي يمكنك أن تحدثنا عن هذه المسابقة وكيف تجري ومن يشارك فيها طبعا هي مسابقة ينظمها هذا السالون الكندي المغاربي من أجل مساعدة جميع الرجال الأعمال الجدد الذين يرغبون بإطلاق أعمالهم في كندا وخاصة من الجالية العربية بشكل عام فهذه المسابقة هي عبارة عن مشروع أعمال يتم تقديمها إلى لجنة التحكيم ولجنة التحكيم ستنتقيم بين هذه المشاريع أفضل مشاريع أعمال وستقدم لهذه المشاريع جوائز من السالون وبالإضافة إلى الجوائز طبعا ستكون هناك مساعدات ليس فقط عينية لكن مساعدات على المستوى الإداري والمستوى التكنيكي من أجل إطلاق بشاريعهم أو إطلاق هؤلاء المهاجرين الجدد مشاريعهم في كندا وطبعا هي بادرة جيدة والأولى من نوعها في كندا من أجل تحفيز رجال الأعمال الشباب في كندا من أجل طبعا كما نعرف لديهم دائما الرهبة من أجل إطلاق مشاريعهم فالسالون الكندي هو فرصة لهؤلاء من أجل طبعا قلت رجال الأعمال يعني سيدة لا أصحاب الأعمال أصحاب الأعمال عفوا يعني هو برهب أفادي أصحاب الأعمال هي الكلمة الأصحى ولكن أستاذ فادي نشاطك الجاليوي لا يقتصر على ذلك إنما أنت أيضا من مؤسسة تهتم بمساعدة الوافدين السوريين أو اللاجئين السوريين طبعا نحن منظمة كازا يلي هي الإتلاف الكندي لمساعدة السوريين منذ انطلاق وتكرم الحكومة الكندية باستقبال السوريين فنحن بكوننا ومنظمات من أصول سورية وتقريبا نحن ستمنظمات اجتمعنا تحت مظلة كازا يلي هي الإتلاف الكندي لمساعدة السوريين وانطلقنا باستقبال اللاجئين ومساعدتهم في جميع المجالات والحمد لله استطعنا تقديم المساعدات العينية في البداية لكن اهتمامنا الآن يصب في الاندماج سواء المهني والعمل ولدينا عدة ملفات طبعا بشكل مستمر نقوم بإعدادها وأدائها سواء بالتعاون مع بلدية مونتريال أو بالتعاون مع الصليب الأحمر الكندي وغيرها من المنظمات على أي حال كازا ليست الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الوحيدة التي تعنى بمساعدة المهاجرين هناك منظمات وهيئات عديدة تنشط في هذا المجال نسرين اليحية أنت تنشطين في جمعية الميزوني لمساعدة المهاجرين الواصلين حديثا إلى كندا عرفين بما تقدمونه من خدمات وبما يحتاجه المهاجر أو اللاجئ لدى وصوله إلى هنا والله السؤال كبير كثير نعم طبعا وبالتالي يعني رح حاول أخسر على قدر المستطاع لكن نحنا كمؤسسة لميزوني بتقدم خدمات في استقبال المهاجرين اللي هو الأكي طبعا الأنتيغرسون يعني نحنا بنحاول أن ندمجهم بالمجتمع وبنفس الوقت نحنا بنعرف أنه أي اندماج جيد في أي مجتمع يتم عن طريق التشغيل وبالتالي نحنا من أهم أهدافنا أنه نحاول أنه نرافق من يصلون إلى هذا البلد على قدر الإمكان في كافة الخطوات يعني منذ بداية وصولهم في كل ما يتعلق باخطواتهم الأولى في الاندماج في المجتمع إلى أن نشغلهم في مجال أعمالهم التي كانوا يعملون بها سابقا ونحن بالفعل نعتني باللاجئين بالإضافة للمقيمين الدائمين طبعا وهم أكبر عدد من الناس اللي بنتعامل معهم في أعمالنا عادة لكن الشيء الجديد بالقول أنه نحن لنا خاصية معينة وهي قدرتنا على التواصل مع المشغلين من أكبر المشاكل اللي بتحصل حاليا أنه نجد أنه المهاجر عندما يصل إلى هنا لا يجد له عملا في مجال عمله سابقا لأسباب عديدة من بيننا لأسباب عديدة نعلمها جميعا لكن للأسف المعادلات المعادلات العراقين عندي اللغة اللغة أكيد من أكبر العوائق بالنسبة للجالية السورية التي هي مثقفة جدا وعالية العلم هي اللغة هي غير ممارسة للأسف الشديد في تلك البلاد الجميلة جدا مع اللغة العربية الضاضية التي نحبها جدا لكن للأسف هنا بحاجة إلى لغة أخرى فنحن نحاول أنه فعلا نساعدهم أنه ينقلوا خباراتهم الموجودة في بلادهم لحتى نقدر نرافقهم في مشوار العمل الطويل نعم وأنتم تقدمون الخدمات للمهاجرين من مختلف العالم وليس فقط الجاليات العربية كل أنحاء العالم من أقصاه إلى أقصاه ونقدم هذه الخدمات بكافة اللغات كانت عربية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية، روسية والكثير من اللغات الأخرى نعم، وبالحديث عن اللغات طبعا لدينا أستاذان للغة العربية والثالث وزميلنا بير أحمراني أستاذ اللغة العربية طبعا عندما نتحدث عن أهمية إتقان إحدى لغتين البلد الفرنسية أو الإنجليزية هذا مهم بالنسبة للمهاجر الذي يصل حديثا ولكن من الأهمية بما كان ويحرص أبناء الجاليات المهاجرة العربية على تعليم اللغة العربية لأولادهم سيدة عقيلة سخري، أستاذة الثقافة واللغة العربية في جامعة موريال وفي جامعة إيكام انطلاقا من خبرتك، ماذا يمكن أن نعرف عن تدريس اللغة العربية هنا؟ شكرا على السؤال، أولا أشكركم على الاستضافة سعيدة جدا بتواجدي في هذا البلاتو الإعلامي المميز بالفعل أنا أستاذة لغة والثقافة العربية أدرس بجامعة لكام تحديداً بالدبارتمند كومينيكاسيون فاكولتي دو كومينيكاسيون عفواً يعني كلية الاتصال وبكلية آغة سيانس فنون وعلوم بجامعة مونتريال أعتز وأتشرف بتدريسي لهذه الثقافة العربية ما دمنا في سالون أساسه التواصل وهدفه الرئيس هو التبادل أنا أتشرف بتدريس الثقافة العربية التي وصلت إلى القمة في يوم ما لما توصلت بالثقافات الأخرى من يدرس لديكم؟ يعني طلاب من أصول عربية؟ والله شرائح ونوعيات متنوعة عندنا من الطلبة لمنهم من أصول عربية ويريدون العودة إلى التعرف على لغتهم الأصلية عندنا نوع آخر من الطلبة الذين يريدون فقط بدافع الفضول التعرف على عقلية الإنسان العربي التعرف على العالم العربي لكنهم بمجرد أن ينقضي الفصل الدراسي يأتونك للاعتراف بأنهم وقعوا في حب وغراب كل ما له علاقة بالعالم العربي يعني عفوا لأننا عندما نتحدث عن تعليم اللغة العربية لأشخاص بالغين هذا مختلف تماما عن تعلم اللغة العربية أنا سأتحدث عن ذلك فقط أكمل فكرة من يدرس اللغة العربية عندنا أيضا نوعية من الطلبة يعني هذا الاهتمام الإعلامي بالعالم العربي الذي يتصدر الأحداث فهم طلبة يدرسون في فرع العلوم السياسية أو العلاقات الدولية طلبة من الأنتروبولوجيا علم الأديان التاريخ يأتون للتعرف عن الثقافة واللغة العربية لأنهم يعون جيدا أنهم لن يتمكنوا من إجراء بحوث علمية جامعية دقيقة دون الإطلاع على ما يكتب باللغة العربية يريدون التواصل مع قنوات إعلامية عربية عندنا أيضا عينة من الطلبة من يدفعهم دافع طلب الوظيفة يريدون العمل في السلك الدبلوماسي طلبة بدافع سياحي يريدون التحدث باللغة العربية عند زيارة بلدان العالم العربي وعندنا أيضا مجموعة من الطلبة يريدون الإطلاع على هذا الموروث الثقافي الحضاري العربي الغني في صيغته الأصلية وبلغته العربية وأنا على ذلك شاهدة درست مادة الأدب العربي بجامعة لكام باللغة الفرنسية ووقفت على مدى شغف الطلبة للإطلاع على الأدب العربي من الجاهل إلى المعاصر بلغته الأصلية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمكن أساتذة اللغة العربية في الجامعات الكندية لأنهم موفقوا إلى أبعد حد في جعل هؤلاء الطلبة يذهبون من دروس أو من دي كور دي كولتور ثقافية أدبية إلى الإطلاع على اللغة العربية ذكرت يا الأساتذة وطبعا الأستاذ هو الذي يحب باللغة وفي هذا السياق نطرح السؤال على الأستاذ عماد حلاق مؤسس سلسبيل الضاد سلسبيل الضاد أولا اسم جميل للغاية أستاذ عماد حلاق أخبرنا عن انطلاق هذا السلسبيل بعدما جئي إلى كندا اكتشفت أن لدينا فراغ في مسألة توريث اللغة العربية لأبنائنا بالإضافة لوجود الشرائح التي تكلمت عليهم الأستاذة الفاضلة بالنسبة للمحبي الثقافة العربية والباحثين عن جذورهم والراغبين في السياحة إلى آخره بدأت القصة بنفس الخط الموازي ولكن في الجامعات الإنجليزية في جامعة كونكورديا حيث كنت هناك طالب الدراسات العليا ثم بعد ذلك درست في الجامعة على مدى 15 سنة بالتوازي مع مؤسسة الاتحاد الطلبة فهذه التجربة أحببت أن ترافقها تقنية فلم تكن مجرد بحث في الكتب الصفراء إنما قدمت اللغة العربية بطريقة حضارية عن طريق استخدام كل ما هو تقني وحديث في الجامعة بطريقة مشرفة أذكر على سبيل المثال أن كتب اللغة تقدم القواعد بطريقة غير مرتبة منطقيا تناسب المنهجية التي يفكر بها الطالب الأجنبي فأعدت ترتيب القواعد بطريقة بحيث ننتقل من المفرد ثم إلى المذكر والمؤنث ثم بعد ذلك إلى المثنى ثم إلى الجامعة وبعد ذلك ندخل في الأفعال فكانت هذه عملية غربلة ثم أن هناك نقص في مسائل إحصائية نحن نعلم أحيانا مفردات ليس لها استخدام كبير في حياتنا الخاصة فلذلك أقمت بحوث تعتمد على الاستقراء والإحصاء لكي نعلم أول مئة كلمة عربية ثم ثاني مئة كلمة عربية ثم ثالث مئة كلمة عربية من خلال سيناريوهات بحيث أن الطالب لو تعلم أول مئة يشعر أنه يستخدمها كثيرا وبالتالي يشعر بهذه اللغة كأنها لغة يومية في حين لو تكلمنا عن الأثافي وعن أشياء لا يستخدمها في حياتي خاصة سيجد صعوبة يعني براجماتية عملية يمكن أن يستفيد من هذه اللغة أيضا هذا طبعا وفقا للطلاب نعم أو ما يسمى الآن بمهارة التواصل يعني لابخوش كوميونيكاتي نعم يعني بالفعل لابخوش كوميونيكاتي إذا سمحت ما يعني أنت أثرت نقطة في غاية الأهمية هي نقطة الصعوبة التي يواجهها أستاذ اللغة العربية لما يدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها بالفعل فنحن نتعامل مع مرحلة تعليمية متميزة ألا وهي المرحلة الجامعية لما نقول المرحلة الجامعية بكل ما تحمله هذه المرحلة من رصيد علمي وثقافي وعلمي أيضا نحن نتعامل مع شريحة عمرية معينة فلا يليق التعامل معها بوسائل مبتدئة مثل ما نتعامل مع الأطفال الذين هم بالأهترام الفكر الذي تستطيعه خلال دراستها من المرحلة ولا يمكن أن نحدثهم عن لولو وعن طبعا يعني في البدايات المبكرة من التلقي للطفل أيضا نحن نتعامل مع طلبة غير ناطقين جاهلين لهذه اللغة والثقافة وهنا يكمن التحدي ينبغي أن يتزود أستاذ اللغة العربية بالقدرة على المزج بين التبسيط والعمق التبسيط يبسط الأمور حتى يتمكن ويسهل عملية التعلم لدى الطالب والعمق لإرضاء فضول الطالب الجامعي واستجابة لتطلعاته وصدقيني هذه مفارقة كبيرة وتحدي كبير وقد رأينا من الأساتذة ممن لهم الحنكة والتجربة والشهادات العليا في اللغة والنحو والصرف والبلاغة مما يؤهلهم للتدريس في أرقى الجامعات لكنهم لم يوفقوا في تدريس اللغة العربية للطلبة المبتدئين نعم الظروف هنا على أي حال ظروف التعليم ظروف العمل كل ما تحدثنا عنه مختلفة عن ما هي عليه في الأوطان الأم بالنسبة للمهاجرين لنكمل دورتنا مع الضيوف أستاذ زهير طابة طبعا الإعلام العربي موجود في موريال في كبك وفي كندا موجود وبقوة ويزداد أكثر وأكثر هناك صحف تصدر باللغة العربية هناك مجلات هناك شبكات تلفزة صغيرة في بعض الأحيان أكبر في أحيان أخرى وهناك إذاعات أنت رئيس تحرير إذاعة سينا في موريال أخبرنا عن الإذاعة عما تقدمونه متى بدأتم ببرامجكم في البداية حتى نتفاعل أول تفاعل مع الأستاذ عماد أستاذ عماد طرح نقطة قال أن التوريث توريث اللغة العربية هو صعب وقليل أنا هنا أجم بلا لأن آخر أحصائيات كندا قالت أن اللغة العربية هي ثالث لغة مستعملة في المنازل بعد اللغتين الرسميتين العربية الفرنسية والإنجليزية وهذا العمر لنصر كبير ولكن اللغة المستعملة في المنازل هي اللهجات وليس اللغة العربية ما أراده هو أن تحضر عن اللغة العربية لا نختلف كثيرا لأننا نورث اللهجة نحن في التوريث الإختلاف هنا في موريال تقريبا الأحصائيات تقول هناك 137 ألف نتكلمون اللهجات العربية في المنازل إذا أضفنا الأرمن والأمازيغ الذين يفهمون العربية نحن أمام نصف مليون عربي هنا يفهم العربية لا نقول يتكلم يسمعها يفهمها من هنا جاءت فكرة إحداث إذاعة عربية ثانية ربما ثالثة الإذاعة الأم هي راديو كندا ثم شرق الأوسط ثم جاءت راديو سيناء إذاعة ثالثة رديفة لهتين الإذاعتين هنا نحن لما عفوا للتنويه راديو كندا الدولي موجه إلى خارج كندا يعني بالأساس نجل إذاعة الزاليوية نعم لكنها إذاعة عربية إذاعة كندية باللغة العربية لنكون دقيقين نحن كذلك إذاعة كندية ناجقة باللغة العربية نعم نعم نحن في البداية لما تحصلنا على الترخيص نحن اشترينا رخصة إذاعة وجلسنا نتحدث يعني كانت البداية سوف نحدث إذاعة إيطالية بحكم الإيطاليين ليسهم إذاعة الأفآم ثم قلنا لاتينية ثم قلنا لا عربية لماذا عربية؟ للحصائيات التي ذكرته هناك نصف مليون عربي هنا في حاجة لإذاعة متنوعة ربما بخط تحرير مختلف وكان هذا الاختيار في موريال الكبرى في موريال الكبرى وكان هذا الاختيار وبعد سنتين نحن في شهر أكتوبر سوف نحتفل بالسنة الثانية يعني وبعد سنتين نحن نجم أننا نجحنا في الاختيار نظرا لحجم الكبير للمستمعين الذين يستمعوننا من مختلف الإثنيات أو الأصول هنا لابد من الإشارة يعني التعامل مع أنا ضد كلمة جالية عربية هناك جليات عربية جليات هذا ما نقول هناك من يعترض على مصطلح لليات عربية كنديون عرض مثلا كنديون من الأصول العربية مختلفة أقول مختلفة لماذا نحن لما أردنا تأسيس هذه الإذاعة قلنا كيف على من سنعتمد هناك ثقافة سمعية مؤسسة هنا كيف هل سنكون مختلفين عنها أم لا أو سنواكبها قلنا نحن سنعتمد على التمثيلية نحن لما أنشأنا الإذاعة قلنا هناك جليات عربية مغاربة لبنانيون أرمن سوريون وما إلى ذلك اخترنا التعددية قلنا لكل جالية ممثلة في هذه الإذاعة فكان الأمر كذلك أنا تونسي وهناك جزائريون ومغاربة وسوريون ولبنانيون وفلسطينيون ومن حيث الإطار التحريري اخترنا هذا النهج ونجحنا ثم جاء الجانب الموضوع الكونتوني اخترنا نحن إذا عدتنا أقول شبابية لست موسيقية شبابية بمعنى المواضيع الخفيفة التي تهم الشباب كذلك نحن إذا عدتنا لها أخبار نحن نبث من السادسة إلى التاسعة نشرات أخبار كل ساعة ومواجيز كل نصف ساعة كذلك من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة أخبار كل ساعة وعندما تقول نشرات أخبار يعني ماذا تتناولون في أخباركم الشؤون المحلية الكندية أم العربي أم؟ نحن نعتمد على القانون الكندي نحن لما أخذنا الترخيص في كراش الشروط يجب أن نعتمد على أربعين بالمائة أخبار محلية ليست كندية محلية لما أقول محلية يعني كيبك موريال وكيبك وستين بالمائة متنوعة نحن ذهبنا أكثر من ذلك لأن الغاية يعني الأخبار العالمية موجودة في كل مكان كما يقول معاري المعلومة على حافة الطريق موجودة نحن أردنا أن يكون المواطن العربي أو الكندي من أصولنا العربية أن يكون أكثر يعني اندماجا في هذا المجتمع لذلك قررنا أن تكون النسبة بالنسبة للأخبار المحلية أكثر مما طلبته الحكومة وهذا اختيار وأعتقد أنه نجحنا في هذا الاختيار ولكن الانتباع عفوا الانتباع السائد عفوا الانتباع السائد عن الإذاعة عن إذاعة سينا أنها إذاعة موسيقية تبص الأغاني هل لديكم برامج تضعات الشؤون الاجتماعية الجليوية الخدماتية مساعدة اللاجئين والواصلين حديثا للتأقل إلى ما هناك من برامج نحن نساعدهم من خلال بث الأخبار التي تهمهم مباشرة أنا لما أبث خبرا على الجمعية السورية أو لبنامية أو ما لذلك أنا أكون قد سعدت الجالية على الاندماج وهذا نحن في الغالب كما قلنا هي إذاعة يعني شبابية مساحة موسيقية فيها كبرى مع فترتين إخباريتين الصباح وفي المساء يعني إضافة إلى برنامج يوم الأحد هو برنامج شامل أو نشطه أنا شخصيا يعني أستقبل فيه مكلمات أطرح مواضيع كندية لكن تهم الجالية العربية يعني برنامج كامل ومتنوع في شكل بانوراما هو يوم الأحد أربع ساعة وهذا برنامج محبب إجمالا من المستمعين لأنهم يحبون أن يتواصلوا مع الإزاعة التي يستمعون إليها ويطرحوا الأسئلة وبالحديث عن اللغة العربية لدي سؤال للأستاذ عماد وللأستاذ عقيلة كيف أثرت التكنولوجيات الحديثة على تعليم اللغة العربية الحقيقة أن أنا أول شيء أنه نحن نعيش في عالم متطور وبالتالي طبيعة تقديم اللغة العربية للطلاب يجب أن تكون في هذا العالم تأخذ من هذه المنابع يعني على سبيل المثال مثلا وجود المالتي ميديا في العشر سنوات الأخيرة بعد تحرير اليوتوب ليكون منصة لتحميل كل الأشياء استخدمنا الوسائط المتعددة لأن هناك عندنا أشياء أكاديمية لا نستطيع توفيرها للطالب مثلا كلفة يعني وجود الأستاذ بشكل نحن نفشل كجالية عربية في تقديم طبعا أنا كما تفضل الدكتور دائما عندما نتكلم عن اللغة العربية المقاييس في سلسبيل الضاد هي اللغة العربية الفصحى لأن اللهجات هناك تصارع بين اللهجات وبين العربية الفصحى اللهجة دائما لا تتجاوز ثلاث ألاف أربعة ألاف كلمة وهذا يحد التفكير وبالتالي هذا هو السبب لأن أبنائنا عندما يذهبون إلى المدرسة العامة يتعلمون تقريبا عشرين خمسين ألف كلمة في المرحلة الابتدائية وبالتالي الطفل عندما يريد أن يعبر عن نفسه حاطفيا بالشعر أو يعبر على تقرير تقني مثلا تكنيكال ريبورت لن يستخدم اللهجة لأن اللهجة أصلا غير مكتوبة هي أورال لفظية فقط وبالتالي الطفل عندما ينتبه لأن هناك وسيلة قوية لنقول سيارة جاكوار وعنده سيارة ضعيفة من موديلات الخمسينات فعنده بالفطرة الطفل سوف يختار اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية طبعا نحن لسنا ضد استخدام اللهجات لكن من إحدى منتجات سلسبيل الضد أننا استطعنا أن نحقق المعجزة التي تعقد إليها المؤتمرات في إنتاج أطفال ولدوا هنا في كندا ولم يذهبوا أبدا إلى بلدان المهجر ولكنهم يتكلمون فصحة اللغة العربية الفصحة داخل المنزل لأنه هذا النظام بلغتين يأكل أحدهم الآخر فنحن لا نستطيع أن نقول أننا سنستخدم الدارجة والعربية الفصحة بشكل متوازي إلا إذا خصصنا أحد الأبوين ليستخدم اللغة العربية الفصحة بصرفة والأب الآخر ليستخدم الدارجة عند ذلك يتم البرمجة العصبية للإنسان بأنه يتحدث تلك اللغة على أنهما لغتين منفصلتين علما بأن تقديم المعلومات المشوشة سوف يزيد في التشويش نحن في نظام الكمبيوتر مثلا عندما نقدم داتا صرفة حقيقية ونخلطها بداتا أخرى مشوشة فإننا نعيق اكتشاف القانون ولذلك الطفل عندما يستكشف القانون اللغوي فإنه بحاجة لأن يسمع اللغة العربية صرفة وهذا سهل جدا لأننا نحن عندما نعيش هنا في هذا المجتمع ليس هناك كثير من الأقارب يعني هناك طبعا عائلات فيها أعمام وأقارب لكن معظم العائلات في المهجر مؤلفة من أب وأم فإذا اتفق الأب والأم وهذا ما حصل معي ومع مجموعة من العائلات التي تتبع نفس الأسلوب الكيروكلوم خلينا نقول المنهاج فإذا اتفق الأب والأم على الحديث والفصحة الطفل سوف يتحدث الفصحة لن تكون هناك داعي لكل هذه المؤتمرات لكل هذه المسألة الفطرية ولكن فيها شيء مصطنع يعني لأنه في الحياة اليومية عندما يتحدث الرجل مع زوجته والامرأة مع زوجها مع أولادها يتحدثون بالعامية نعم هذه مسألة مسألة عادة يعني أنا عندما كنت أذهب إلى سوق الخضار مثلا على أبسط المستويات وأتحدث مع ابنتي لماذا تفعل ذلك لا تلمسي هي مثلا تحاول أن تلمس والخضار فيها جراثيم وتريد أن تأكل كطفلة صغيرة أقول لا تلمسي لأنها غير مغسولة فعندما تسمعني مثلا جارة تتسوق من ذلك المحل ستتحك ربا كانت تنتبه بشكل غريب لكني بعد فترة وجدت أن الفكرة مقبولة ثم أنني لسنا العائلة الوحيدة هناك أكثر من تقريبا ثلاثين عائلة الآن كل أولادها يتكلمون الفصحى بالإضافة لأننا سعينا لأن نوجد الفضاء بحيث أن هؤلاء الأطفال يلعبون فنحجز لهم قاعة ويجتمعون مع بعضهم ويلعبون فلن ترى أن اللغة العربية كما نتحدثها الآن نحن لا نتكلف لأننا بعد طول مراس صارت فطرية وهم الأطفال لا يعرفوا غيرها ولكن عندما تحتضن الأم طفلها وتقول له الكلمات الحلوة تقولها عادة العامية لو عندما يعبر أحدهم عن خبه نغر القلب إلى اللغة المعكية اللغة العربية العرب فكرةنا عن اللغة العربية فيها بعض التعصب قليلا من خلال ما قدمته إلينا الميديا في الخمسينات نحن نظن أن اللغة العربية هي لغة مقعرة لكن في الحقيقة أن العرب حتى في عصر الجاهلية عندما كانوا يتكلمون كانوا يرفرفون على اللغة يرفرفون على الحروف لا ينطقون رأيت المناية خط عشواء هذا من التمطق الذي هو مكروه في اللغة العربية لكن العرب دائما كانوا يمرون تقريبا بالسكون وأحيانا يرفعون وينصبون بشكل خفيف جدا كما نتكلم اليوم فلذلك لا نريد أن نحمل أنفسنا تلك المسلسلات الجاهلية نريد أن نتكلم باللغة العربية كما أفعل أنا كما تفعل حضرتك كما يفعل كل الناس يعني تعتبر أن هذا قد يصبح طبيعيا يوما ما أن يتكلم الكثيرون ممكن أو أكد قليلا عما يقول الأستاذ بحيث أنه أنا تعامت مع عديد من الجاليات العربية وبالتالي كل جالي عربية لها لهجتها المحددة نعم والحمد لله لهجاتها المحددة لهجاتها فعلا مصبوط مائة بالمائة ومن أحسن الأساليب للتعامل مع الجميع هو التكلم باللغة العربية الفصحة لكن بطريقة مبسطة وكأنها لهجة أخرى فاللغة الفصحة ممكن أن تصبح لاجة كما هي اللهجات الأخرى إذا كنا متمكنين من مفرداتها المشكلة تكمن في هل نحن متمكنين فعلا من هذه المفردات هل نقدر أن نتواصل بلهجة معينة أفضل مما أن نتواصل باللغة العربية الفصحة يعني أنا من الناس التي تتقن اللهجات الشرقية وأتقن اللهجة التونسية لكن اللهجة التونسية واللهجات الشرقية مختلفة تماما والعادي أن الشخص الشرقي لا يتقن اللهجة التونسية ولكن العكس صحيح اللهجات المغاربية ممكن أن يتقنوا اللهجة الشرقية على الأقل يفهمون على المشاكل على المتخاطب لكن الخط الموحد بين الجميع هو اللغة العربية الفصحة القاسم المشترك وما قالته سيدة عقيلة قبل قليل تحدثت عن نقل الثقافة من خلال اللغة فنقل الثقافة ونقل اللغة هما شيئين مختلفين تماما عندما نتحدث عن نقل اللغة كلغة نحن نتحدث عن ابن سينة ونتحدث عن المتنبي ونتحدث عن الجاحب لكن عندما نتحدث عن نقل الثقافة كيف ننقل ثقافة الدولة كيف ننقل ثقافة مصر كيف ننقل ثقافة العراق كيف ننقل ثقافة سوريا كيف ننقل الثقافة الفلسطينية كل هذه الثقافات لننقلها يجب أن نكون نحن نفس نحن نكون متشربين بها يعني يجب أن أكون إنسان عربي أصيل متمكن من ثقافتي لأستطيع أن أنقلها للآخرين مما يجعلني أفهم بشكل واضح تماما عندما تقول يمكن أن يكون الأستاذ محنكا جدا لكن غير قادر على نقل الثقافة بالفعل حتى نربط مهنتنا نحن كعالميين بموضوع اللغة العربية من خلال تجربتي في وطني الأم تونس وهنا وقفت ربما على معضلة هي بسيطة لكن كبيرة في أن يعني هنا يمكن لمقدم الأخبار أن نسمع يعني جونفي ويناير وأيلول في ثلاث إذاعة مختلفة يمكن هنا أن نسمع رئيس حكومة ورئيس وزراء الكندي في نفس الإذاعة وفي إذاعتين ممكن زميلتي أنا في وزير الأول نحن في حاجة وهنا من هذا المنبر الإعلامي راديو كندا أدعو إلى الأعلاميين نحن نتوحد ونجتمع لنوحد المصطلحات يعني هذا واجب المستمعين علينا يعني أنا لا أسمح لنفسي أن أقول جونفي في الفترة الصباحية مثلا وأخي اللبناني ماذا جونفي لا يجب أن نوحد نعم على حال نحن مثلا بالنسبة للأشهر في راديو كندا نستخدم العربي نحن 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 وجدنا ثغرة قلنا نحن سنعرب الأشهر الفرنسية نقول جونفي في فيفري مارس أبريل هذا الحل لقينا لكن نحن نريد حلا جامعا أنتم ونحن والإذاعة الخاصة الأخرى وحتى الصحف نجتمع لماذا؟ نجتمع ونوحد وهذا يطرح مشكلة أبعد بكثير من الإعلاميين لأنه ربما المراجع اللغوية العربية هي المسؤولة لنكون نحن المبادرون وسوف يتابعون الآخرون يعني يجب أن يبادر أحدهم على أي حال بالإضافة إلى تحديات اللغة التي تواجهها كل الجاليات معظم الجاليات المهاجرة على أي حال هناك تحديات أخرى يواجهها المهاجرون بالإجمال أستاذ فادي أعود إليك فادي برطاوي التحالف الكندي لمساعدة السوريين نعرف أنه منذ العام 2015 يصل المئات من السوريين أو وصل وما زالوا يصلون إلى كندي وصل أكثر من أربعين ألف سوري نعم في إطار البرنامج الذي وضعه منذ خالف عام 2015 نعم الحكومة الكندية لاستقبالهم التحديات التي تواجهونها أو التي يواجهها هؤلاء الواصلون من خلال تعاطيكم معهم طبعا نحن الهدف الأساسي كان عندما اجتمعنا هو وضع مخطط عمل لاستقبال هؤلاء اللاجئين لكن مخطط العمل هو سوف يستمر على المدى الطويل وضعنا مخطط عمل ليستمر على المدى الطويل لأنه كما نعلم هناك عدة فئات من اللاجئين القادمين إلى كندا نحن بالأخص بدأنا بالاهتمام فعليا بالقادمين اللاجئين القادمين عن طريق الدولة أو عن طريق الأمم المتحدة لأنهم هم اللاجئين الأكثر ضعفا وهم اللاجئين الذين تضرروا بالأكثر لذلك كان من واجبنا كسوريين أن نستوعب هؤلاء اللاجئين أن نستوعب الصدمة التي تلقوها سواء الحرب الطاحنة أو التهجير لمدة أربع سنوات أو خمس سنوات في دول الجوار والمخيمات من دون أي حد أدنى للكرامة الإنسانية واللاجئين الذين استقبلناهم عندما كنا في المطار كما يقال بالفرنسي سالة الاستقبال طبعا بكى الكثير من الذين استقبلوا اللاجئين الذين يأتون بسكت بلاستيك مع خمسة أطفال أو عشرة أطفال إذن هي الفئة التي اهتمينا فيها في البداية لأننا نعلم بأنهم هم المستحقين الأكثر ومن هنا بدأنا بتقديم المساعدات أولا العينية لأن الاستقرار هو أساس بناء الأسرة في كندا وبما أن لديهم أطفال كثيرون فهنا وضعنا مخطط عمل من أجل استيعاب هؤلاء الأطفال وطبعا نحن هدفنا الأساسي لا نريد في المستقبل سواء القريب أو البعيد أن يقولوا هذا طبعا كل إنسان يحب بلده لا نريد أن نسمع من قبل أي شخص هذا سوري عاطل عن العمل هذا سوري سيء السمع هذا سوري فالهدف الأساسي هو استيعاب هؤلاء اللاجئين استقرارهم وإدماجهم في المجتمع ولكن كما نعلم هؤلاء اللاجئين بعد خمس سنوات من اللجوء هم بعيدين عن النظام الصحي عن الثقافة عن التكنولوجيا فطبعا فضلا على المشاكل النفسية والمشاكل وهذا ملف كبير نعمل عليه منذ سنتين وسنستمر لأن هناك فعلا حالات نفسية حالات يجب مساعدتها من الناحية النفسية والاجتماعية فإذا هي العينة الأكثر التي اهتمينا فيها في البداية والآن بعد مضي بضعة سنوات نستطيع أن نقوم ببعض الخطوات من أجل إدماج هؤلاء اللاجئين في المجتمع الكندي ومن أجل أن يشعر لأن الأطفال كما نعلم بأن لديهم أطفال كثيرون والأطفال سوف يكبرون ولكن كان اهتمامنا فعلا وتركيزنا هو على وضع لجان عمل ومشاريع عمل نقوم باستقبال أو بزيارة العائلات أو جمعهم في قاعات ونقوم بمحاضرات توعية في جميع المجالات من البداية دخولهم إلى كندا إلى المجال الصحي المجال النفسي حقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى الآن بدأنا بالملف الأهم الذي هو الاندماج المهني والعمل طيب تعرف أستاذ فادي أن حساب المعارضة بالإجمال وبعض الصحفيين وبعض الناس العاديين ينتقدون سياسة الليبراليين بمساة فتح الأبواب للهجة إن كان بالنسبة للسوريين وإن كان مؤخرا بالنسبة للهيتيين الهالبين من الولايات المتحدة عبر الحدود المرية هل تعتقد أن هذا خلق أو من شأنه أن يخلق شرخا داخل المجتمع الكبكي؟ طبعا أنا برأيي أتشكر الحكومة الكندية لأننا نتعامل مع بشر هؤلاء يعني إذا لم نستقبلهم فمن يستقبلهم جميع الدول العربية للأسف أغلقت الأبواب في وجه هؤلاء اللاجئين إلا بلدنا كندا الذي أقول بلدنا كندا الذي استقبل هؤلاء اللاجئين بكل رحابة صدر وفعلا أعطاهم حقوق لا بيتخيلوها وكندا وحسب تجربتي سواء كانت في أوروبا كوني بقيت فيها بين 8 سنوات إلى 10 سنوات أو مختلف الدول الجوار كندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستقبل اللاجئين بهذه الطريقة الإنسانية الكريمة وطبعا بمساعدة المنظمات اللاميزونية كان لها دور جدا مهم ومنظمات أخرى تساعد في هذا المجال وهذا طبعا هدف جميع المنظمات وفعلا نحن لماذا وجدنا نعم ولكن كثيرون سيقولون لك بأن العدد ليس كبيرا يعني 40 ألف لاجئ سوري في الوقت الذي نزح عن سوريا أكثر من 5 ملايين إنسان العدد ليس كبيرا في الحقيقة يمكن أن أتدخل بهذه النقطة إذا سمحتم المشكلة هنا تكمن في من نساعد ولماذا نساعده الحكومة الكندية الحالية طبعا قررت أن تستقبل هذا العدد من اللاجئين وكان هناك نوعين من اللاجئين كان هناك اللجوء الذي تم عن طريق الدولة نعم واللجوء الذي تم عن الطريق الخاص كان هناك مجموعات كفالة خاصة وكفالة حكومية كفالة الخاصة تبنت هؤلاء اللاجئين وتكفلت بيوم لمدة سنة مع كل ما تم في هذا الإطار الآن العودة إلى موضوع الشرخ في المجتمع متى نخلق شرخا نخلق شرخا عندما يتم ما قال له الأستاذ فادي عندما لا يندمج هؤلاء عندما يظلون على هامش المجتمع عندما لا يشعرون أنهم مرغوب بهم وعندما لا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم واجباتهم التي تكمن في أن أكون مواطن صالح ماذا يعني كوني مواطن صالح؟ كوني مواطن صالح يعني أن أتعلم اللغة وهذا من الأشياء التي يجب أن أفرضها على نفسي والتي يجب أن يكون كل متخاطب معي يقول لي أنا أحترم لغتك الأم لأنها لغتك الأم لكن أنت الآن في دولة لغتها هي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية فمن واجبك نحو هذه الدولة أن تتعلم هذه اللغة الآية ماذا يحترم المهاجرون بالإجمال؟ صراحة المهاجرون يحترمون هذا عندما يفهمون لماذا؟ أهمية الأمر عندما أطلب منهم يجب أن تتعلم اللغة العادة شو بدي فيها؟ هذا هو الجواب العادي لكن عندما يفهم أهميتها ليندمج ليجد عمل على مستوى إمكانياته ليجد عمل على مستوى كفاءته ليجد المجال المفتوح ليتعامل مع كافة شرائح المجتمع لماذا يجب أن أظل في هذه الجالية التي أنا آتي منها؟ نعم تفضل أستاذ عماتي نعم وهذا هو حقا ما توصلنا إليه أننا يجب حتى في سعينا لتعليم اللغة العربية يجب أن لا ننسى أن على الطفل أن يتعلم اللغتين الأخرين الفرنسية والإنجليزية وهذا من خلال اكتشافنا لأن هناك وقت محدد للطفل الطفل يقضي سبع ساعات في المدرسة هذا كاف لتعلمه سيما هناك أمر أساسي أن الطفل يجب أن تمرر إليه كل اللغات قبل سن السادسة لأن جهاز اكتشاف اللغة يبدأ بالموات بعد السادسة فاللغة الفرنسية يقضي سبع ساعات في المدرسة إذن علينا الاهتمام باللغتين العربية والإنجليزية ولذلك كان من أحد هذه النتائج أننا دعونا للاستغناء عن الدارجة لأن الوقت حقيقة لا يكفي الطفل يأتي الساعة الرابعة إلى البيت وهو ينام في الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف وإذا حسبنا كمية الساعات الفاعلة طبعا هو يأتي في حالة إنهاك ويحتاج إلى الراحة والأكل واللهو أيضا وهي أيضا ليست فرصة للتعلم في حين أنه يقضي ساعات اليقظة الذينية يقضيها في المدرسة فنحن مع ذلك إذن نريد أن في هذه الفترة البسيطة التي يقضيها بعد الظهر أن تكون فترة يتعلم بها اللغتين العربية والإنجليزية ولذلك لا يوجد وقت لللغة الدارجة ولذلك تم الأسفل لا فقط أنا أريد أن أعود إلى السؤال الذي أثير حول الأثر التكنولوجي على تعلم اللغة العربية يعني أنا إضافة إلى ما قاله الأستاذ الفاضل لكوني أستاذة جامعية أدرس هذه اللغة والثقافة العربية أقول أن الجامعات الكندية وجامعات أمريكا الشمالية الجامعات المتقدمة على العموم تسعى دائما إلى محاولة تجديد وتحديث طرق وأساليب تدريس اللغات الحية وفقا للمعايير العالمية ونحن كأسات ذات لغة عربية لا ينبغي أن نرفض هذا التغيير والتجديد باسم أن اللغة العربية لها خصوصياتها اللغة العربية مقدسة لا ينبغي أن نغير فيها بالعكس إن أردنا أن نصل باللغة العربية إلى العالمية فينبغي أن نبذل الجهود التي ينبغي أن تبذل لتحديث أساليب طرق اللغة العربية فطلبتنا في الجامعات لا ندرس لهم القواعد النحوية والصرفية بالمعنى المتوارث التقليدي فنحن ننطلق من اللغة المحكية من لغة التواصل لنستنتج بعد ذلك القاعدة النحوية والصرفية طلبتنا لا يتوهون في متاهات إن وأخواتها وكان وأخواتها والإعراب بالعكس فهم يكتشفون الإعراب بأنه يمثل هذه اللغة فأنت تعرب عن اللغة بوضوح من خلال الإعراب جميل جدا وهذا الحديث عن اللغة وطبعا الإنسان يتعلم من خلال السماع وكما تفضل الأستاذ عماد الولد يقضي سبع ساعات في المدرسة يتعلم الفرنسية بسهولة هناك من يتير مسألة الإعلام العربي يعني شبكات التلفزة والإذاعة العربية وسوها للجاليات الأخرى والتي يقضي الكثيرون الوقت في الاستماع إليها وهذا يعني يبعدهم كثيرا عن ما يجري حولهم عن الاستماع إلى ما يجري هنا ذكرت أنكم تقدمون برامج إخبارية نعم تعنى بما يجري هنا هل هذا يساعد في اعتقادك في التعرف أكثر إلى البلد يعني أم بالطبع هذا يعرف حتى نربط الجل المواضيع ببعضها نأخذ مثلا الجل اللاجئين السوريين يعني هم خادمون جدد هنا إلى كندا ولا يعرفون شيئا عن كندا يعني من خلالنا نحن وأنتم وبقية الوسائل للعلام عندما نركز على الجانب المحلي في نشراتنا الإخبارية نحن سوف نساعدهم على الخروج من سياسة الجيتو الذين يريدونها يعني هم الآن يعيشون في مجموعات مصغرة في أحياء مصغرة هذا لا يفيدهم هذا دور بسائل الأعلام نحن عندما نتحدث عن أنشطة هنا وهناك وجمعيات تقدموا كذا وجمعيات أخرى تقدموا كذا نحاول أن نخرجهم من هذا العالم الضيق هم الآن يشترون من بعضهم يعني كل شيء من بعضهم يعني الجيتو هذا هو خطر كبير عليهم ويجب إخراجهم ونحن انتهجنا هذه السياسة سياسة المحلية في الأخبار نقدم نشرات محلية إخبارية محلية تمسهم مباشرة للإتضاء على ما يجري حول نعم بالفعل وهذا دفع لهم نحو الاندماج في هذا المجتمع الاندماج يكونوا باللغة لكن كذلك كذلك بمعرفة سياسة هذه البلد أحزابها جمعياتها رموزها تاريخها وما إلى ذلك نعم نعم على أي حال عندما نتحدث عن إدماج المهاجرين وأنت تعملين نسرين اليحية في لاميزوني وتتعاملون دوما مع المهاجرين عندما تتولون أمر عائلة ما أو شخص ما من الواصلين حديثا كم تكون المتابعة مع هذا الشخص يعني علما أن المهاجرين يصلون باستمرار هم يصلون باستمرار لكن تعتمد على مدى رغبة المهاجر في أن نساعده يعني العملية في يدنا فعلا نحن نستطيع أن نقول لهم نستطيع أن نظل معكم خمس سنوات فالنفطر لكن من الممكن أن يكون هذا المهاجر ليس بحاجة لأكثر من شهر ولكن هناك آخرون أنا أعمل في الميزوني منذ 2009 وما زلت في متابعة مع بعض الأشخاص الذين هم بحاجة أكبر لمساعدة ولتواصل في الإجراءات اليومية وفي الإجراءات الحياتية يعني ظروفهم أصعب ظروفهم أصعب يمكن أن نتحدث كذلك عن الهجرة التي كانت عصيبة بالنسبة لهم الأستاذ فاديك تحدث عن ظروف حرب عن ظروف نفسية عن ظروف اجتماعية هناك بعض الأشخاص الذين يصلون إلى مكتبي وأنا مكلفة بقسم التشغيل يريدون العمل الآن فورا ولكن هو لا يستطيع أن يضع ثلاث جمل الواحدة بجانب الأخرى دون أن يتحدث عن ما حدث له في بلده الأم فكيف نستطيع أن نقشل نعم ولكن عفوا هناك كثيرون متمكنون ويتحدثون اللغتين بطلاقة وحاصلون على شهادات حتى من هنا نعم ويواجهون مصاعب وتحديات كبيرة في الوصول على عمل لسيما في الجاليات المغاربية نعم فما السبيل للمساعدة هنا نعم السؤال أولا سؤال جيد جدا لكن أحسن طريقة للوصول إلى تشغيل المهاجرين هي معرفة المشغلين ما الذي يرغب فيه المشغل؟ عندما أعرف ماذا يريد المشغل من الشخص الذي يريد العمل أستطيع أن أخلق توافقا ما بين الطرفين ما يحدث في غالبية الأحيان هو ما يقال عدم المعرفة لا تعني أنه نحن نريد أن نفصل مجموعة عن مجموعة أخرى في الكثير من الأحيان عندما نتحدث مع مشغلين نقول لهم يتمتع الشخص القادم من تونس من الجزائر من المغرب بواحد اثنين ثلاثة مهارات كفاءات يأتي الشخص الذي أمامي يقول لا أنا لا أدري ولا أعرف ماذا يقابل هذا في لغتي ماذا يقابل هذا في قاموسي الأستاذ تهير كان يتحدث قبل قليل عن توحيد المصطلحات لكن ليس الجميع من يتكلم الفرنسية بنفس اللغة نحن نستطيع أن نتكلم اللغة الفرنسية من بلادنا ولكن عندما نأتي إلى هنا ونضع ما لدينا في سيرة ذاتية لن تخطب مطلقا مع المشغل بنفس الأسلوب هناك شيء آخر كذلك هو أن الأشخاص القادمين من بلادنا لديهم القدرة على إثبات مهاراتهم عندما يكونون في وضع عمل أو في وضع تشغيل يعني المهندس يقول لك أنا لست بحاجة لإنترفيو أنا لست بحاجة لمقابلة ضعني أمام جهاز وسترى كفاءته بينما هنا يعتمدون كثيرا على ما يسمونه أو الناحية الأخلاقية في التعامل نعم التواصل في العمل والعلاقات العمل عفوا ربما أستاذ فادي لديه تعليق طبعا هو بس بعد ذلك أستاذ طبعا هو ليس لدينا عصة صحرية كجمعيات وكمنظمات من أجل تشغيل القادمين الجدد أو المهاجرين وخاصة مثلا أهلنا السوريين كما تعلمون الكنديين يجدون أحيانا صعوبة في الحصول على عمل في إختصاصهم وأنا أحد الأشخاص لكن توجهت باتجاه آخر وحصلت على وظيفة بعد جهد خمس سنوات إذن هنا يجب التنويه إلى أن هناك مجهود شخصي وهذا السالون والسالونات التي يقوم بها والذي يقومون بها الجاليات العربية كالسالون الكندي المغربي هو أحد الوسائل لأن الشبكة هنا في كندا هي الأساس إذا كان الإنسان ملم باللغتين الإنجليزية والعربية هناك فارق ثقافي كبير في بفهوم العمل في بلادنا وهنا يجب هنا يجب أن نعطي بهؤلاء القادمين الجدد بعض الوقت ليفهموا أو ليتعرفوا على الطريقة الكندية الرئاسمالية البحثة التي في أي لحظة لتأتي إلى العمل لأنه لا يوجد عمل أو في لحظة مباشرة بعد دقيقة تجد عمل نعم حتى ظروف العمل بحد ذاتها طريقة التفكير نعم إضافة إلى ذلك يعني المهاجر العربي أو المغاربي يعني يملكوا معلومات خاطئة على المعادلة الحكومة الكندية ليست هي من ستوفره للشغل في مكانه هناك مشكلة مع الجمعيات المهنية والنقابات هي التي تحكم هذه الحقيقة لماذا نحن نلف وندور والحقيقة أمامنا من يحكم هنا هي النقابات والجمعيات المهنية حتى ولو قبلت الحكومة فإن نقابات الأطباء سوف تتصدى للطبيب اللبناني سوف تتصدى للطبيب التونسي وهذه المشكلة ولكن هذا الرفض موجود في تلك الدول أيضا هل كل الدول العربية تستطيع بالفعل لكن هنا نتحدث أستاذ الكريم على أنشطة فيها اليد العاملة مفقودة يعني مثلا الإطارات الطبية مثلا نحن ننتظر بست ساعات في المستشفى والطبيب الجزائري يشتغل في مكدونالد يعني هذه معادلة غريبة هنا ملاحظة أخرى يعني الحكومة الليبرالية اضطرت بدافع سياسي رهيب يعني انتظرت العملية الإرهابية في كيباك حتى تقول فجأة نحن نحس بكم أيها المغاربة لكم نسبة بطالة كبيرة واتفقنا مع الحكومات التونسية والمغربية الجزائرية حتى نعترف بشهادات الشبه الطبية يعني كأنها مننا هل ننتظر عملية إرهابية أكبر حتى يعترفوا بالطباء مثلا هذا معادلة غريبة على أي حال البطالة مرتفعة في أوسط الجاليات المغاربية التي يتمتع ابنائها بالكثير من المهارات يحملون شهادات عالية وبالإجمال المهاجر يعاني في الاندماج في سوق العمل أكثر من سواه ولكن كما تفضلت أستاذ فادي أيضا في بعض الأحيان الكندي يصعب عليه أن يجد عمل وأن نقول دائما شبكة العلاقات مهمة جدا فالمهم ليس ما تعرف وإنما من تعرف وليس من باب المحسوبية مثل ما هو شائع في بعض الأوطان بل بمعنى نعم مرجع للوصول نعم نحن نقول الطالب في المدرسة يتعلم ليختبر بعد ذلك لكن في الحياة فهو يختبر ليتعلم وهذا الصالون مشكور موجود من أجل هذه الأهداف فنتصور أن الجيل الأول الذي بقي سنوات للحصول على عمل يختصر المسافة للجيل الثاني والجيل الثاني يختصر المسافة للجيل الثالث وهكذا دواليك نعم من هنا أهمية هذا الصالون المغربي الذي يهدف لتوسيع شبكة التواصل بين أبناء الجاليات المغربية والعربية بالإجمال مع سوق العمل مع مختلف القطاعات هنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل ذلك والوقت يمر بسرعة الحديث واللقاء الشيخ مع كل الضيوف يبقى أن نشكر ضيوفنا مع حفظ الألقاب نسرين اليحية من مؤسسة لاميزوني فادي برطاوي من الائتلاف الكندي لمساعدة السوريين زهير طابة رئيس تحرير إزاعة سينة في موريال عقيلة سخري أستاذة لغة وثقافة عربية فقط ماي أنا أيضاً إعلامية والإعلامية أيضاً في مغرب مع أفراد الجالية المغاربية والجالية العربية التي أعتز بالانتماء إليها من خلال شبكة برامجية متنوعة ثارية تذاع على أمواج مغرب وإن شاء الله سيكون لك لنا لقاء معك خصيصاً عن شركة مغرب أف أم نعم بالطبع وهي من بين الإعلام يعني في إطار الإعلام العربي هنا في كندا نشكر أيضاً الأستاذ عماد حلاق الكاتب والمحاضر ومؤسس جمعية سلسبي الأضاد وستكون لنا مع الجميع لقاءات أخرى شكراً لكم شكراً لكل الضيوف شكراً للسلون المغاربي في قصر المؤتمرات شكراً لكل مستمعي راديو كندا الدولي برنامج بلا حدود انتهى هو متوفر طبعاً الآن على الفيسبوك وتستمعونه إليه بأكمله يوم الأحد على موقعنا في الختام نشكر سيلفان بروني على هندسة الصوت وأيضاً ماري كلود بواترا في استماع في الشق التقاني نشكر زبير جازي وليو جيمينو في الشق الإلكتروني وشكراً لكم جميعاً لكم تحياتي أنا ماي أبو صعب وتحيات زميلين فيانا حماراني وثادي الهاروني طابت أوقاتكم كنتم مع راديو كندا الدولي